أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على أهمية تفعيل البصمة الإلكترونية لمنع الازدواج الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية وتصحيح وتثبيت الوثائق إلكترونيا وصرف البطائق الإلكترونية لمنتسبي وزارة الداخلية جاء ذلك خلال ترأسه بالعاصمة عدد اجتباع الضم المفتش العام اللواء الركن فيزغلاب ووكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة والموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبدالله جابر واللواء الركن محمد الأمير ومدارع عموم شهون الضباط والأفراد والمالية لمناقشة الإجراءات العملية الخاصة بتفعيل نظام البصمة الإلكترونية يمنتسبي الوزارة والخطوط العملية لبدأ العمل في توحيد قاعدة البيانات ومطابقتها ترجمة نانسي قنقر